موسيقى صباح الخير وهذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء دائما من الميادين وفيها موسيقى إصابة جنديين سوريين في اعتداء إسرائيلي جوي على موحيط دمشق ومصادر الميادين تؤكد عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن استشهاد مقاتلين من حزب الله في سوريا في الآوينة الأخيرة موسيقى واشنطن تدعو الإسرائيليين إلى إيجاد تسوية بشأن أزمة الإصلاحات القضائية بعد رسالة سرية شديدة لهجة من بايدن لنثنياهو موسيقى إردوغان يعلن أنه ليسمح للغرب بجر تركيا نحو حرب ضد روسيا ويكشف عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى أنقرة الشهر المقبل موسيقى الرئيس الإماراتي يعين ابنه وليا للعهد في أبوظبي وأشقاءه منصور وهزع وطحنون في مناصب قيادية موسيقى البرازيل والصين تتفقان على التخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية موسيقى أهلا ومرحبا بكم قال مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداء إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق وأضاف أن العدوى الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأشار إلى جرحي عسكريين وبعض الخسائر المادية ومعنا من دمشق مديرة مكتب الميادين ديمة نصيف ديمة صباح الخير وماذا في تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا صباح للنور مايا طبعا لم يحدد المصدر العسكري أين تم استهدف هذه النقاط بالضبط فقط قال بأن الصواريخ حاولت أن تهدف أو تهدف بعض النقاط في منطقة الجولان السوري وكذلك في محيط مدينة دمشق طبعا العدوان كان عند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر هذا اليوم وكان الاستهداف في بعض ربما المقرات التي تتواجب في محيط العاصمة طبعا دوي هذه الصواريخ وتصدي الدفاعات الجوية السورية لها بشكل واضح خلال الليل وبطبيعة الأحوال الصواريخ جاءت من اتجاه الجولان السوري المحتل لم يكن هناك اختراق بطائرات الإسرائيلية الصواريخ كانت تستهدف هذه النقاط وطبعا هناك إطابة لعدد من العسكريين بجروح ووقوع لخسائر مادية أشكر كديمة نصيف مديرة مكتب الميادين كنت معنا من زمشق أكد مصدر موثوق به للميادين أن لا صحة مطلقا للأخبار التي تتردد عن استشهاد مقاتلين من حزب الله في سوريا في الأوينة الأخيرة وشدد على أن ما نشره المرصد السوري المعارض عن استشهاد أربعة من عناصر الحزب بينهم ضابط قيادي في المقاومة خلال القصف الأمريكي الأخير على دير الزور عار من الصحة كليا وهو تضليل زائف المصدر أضاف أن كل ما نشره المرصد المعارض عن حزب الله في سوريا محض خيال يذكر بفبركات التضليل طوال الحرب على سوريا مرسوم رئاسي سوري أجري بمجبه تعديل وزاري على خمس وزارات حيوية التعديل الوزاري يأتي في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية إلى مستويات كبيرة زادت منها تبعات كارثة الزلزال فما المنتظر من الوزراء الجدد؟ التفاصيل مع دم ناصف ما من مفاجآت كبيرة في التعديل الوزاري الجديد في سوريا فالوضع الاقتصادي والمتردي وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق اللذان فاقمتهما تبعات زلزال السادس من شباط فبراير الفائت جعل مرسوم التعديل متوقعا بخاصة أنه يطال بشكل أساسي وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية المعنيتين بوضع خطط لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وعمليات الإغاثة والاستجابة لاحتياجات الملايين من السوريين أي إن التعديل ضرورة ملحة في سياقه الداخلي والزمني هو تعديل الحد الأدنى المتوقع والمنتظر للمفاصل اليابسي والمتعب في جسد الحكومي برأي ربما بعض السادس الوزراء الذين بقوا في الحكومة أخذوا فرصة إضافية أتمنى أن يستحقوها على أمل تحسن الأداء وتبدو الحكومة السورية بتعيين وزراء من خارج الشخصيات السياسية الحكومية ومن خلفية أكاديمية وتكنقراط في مراجعة لأدائها في القطاعات الصناعية والنفطية بعد سلسلة من التعقيدات الاقتصادية وصعوبة الحصول على موارد ومستوردات أساسية بسبب الحصار والعقوبات والضعف الأدائي لإيجاد بدائلة تمكن من إطلاق العمل في مشروعات صغيرة وهيكلة الشركات العامة وإدارة الموارد النفطية المتاحة لسد النقص الهائل بسبب أزمة المحروقات المستمرة منذ أشهر أعتقد أن الاقتصاد السوري وما يعانيه خلال فترات الماضية من تراجع بشكل كبير في المؤشرات نتيجة الحرب ونتيجة أيضا لضعف الأداء الحكومي لا سيما ببعض المفاصل الاقتصادية فربما جاء هذا التعديل ليحاكي هذه المعضلة التي يمر بها الاقتصاد السوري وينتظر من التعديل الجديد مضاعفة الجهود ومواجهة ما فرضه الوضع الاقتصادي وكارثة الزلزال من متطلبات على الدولة السورية وتفعيل لدور المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا وتوسيع هذا الدور ليكون أكثر تأثيرا في التخفيف من أزمة معيشية خانقة وتبيعات زلزال رفع نسبة الفقر في سوريا إلى 90% بحسب إحصاءات أممية ديماناصيب ديماشق الميادين أفاد مصدر مطلع وكالة سبوتنك بأن الاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا سينعقد الأثنين المقبل في العاصمة موسكو إلى ذلك أعلن وزيراء خارجية روسيا وإيران أن البلدين سينتقلان من مرحلة الاتفاقيات إلى مرحلة المعاهدات سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل واقتربنا من توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل للأمد مع روسيا تحسين العلاقات مع جيراننا هي جزء من عقيدتنا وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية هي خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه المحادثات كانت مثمرة وتطرقنا إلى المسائل السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية وغيرها وقدمت الجمهورية الإيرانية 49 وثيقة إلى منظمة جينجهاي للتعاون خلال قمتها المقبلة بدوره قال وزير الخارجية روسي سيركيلافراف أن روسيا وإيران عززتا القاعدة القانونية والوثائقية لعلاقاتهما وتعملان للتوصل إلى معاهدة جديدة بين الدولتين بدلا من السابقة مؤكدا عدم وجود بديل عن الاتفاق النووي الإيراني وداعيا إلى استئنافه في أقرب وقت عززنا القاعدة القانونية لعلاقاتنا ونعمل على التوصل إلى معاهدة جديدة بين الدولتين بدلا السابقة وتحدثنا عن الوضع في خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ولدينا تفاهم مشترك على أنه لا يوجد بديل لهذه الاتفاقية ويجب تنفيذها في أقرب وقت كما نؤكد أن العالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها من بابها الواسع تدخل العلاقة الإيرانية الروسية مرحلتها الجديدة ومعها تتعمق الروابط الصياسية والاقتصادية والعسكرية لتبرز أهميتها تاريخيا وستراتيجيا في ظل تغيرات عالمية تدخل في صلبها الولايات المتحدة وما تتعرض لهم من فقدان جذور سيطرتها وهيمنتها على العالم لا ينفصل ما يشهده الشرق من تغيرات عن تداعيات سياسة الغرب الرامية إلى بسط النفوذ والسيطرة على محاور العالم وهو ما يجمع عليه الخبراء بتأكيدهم أن هذه التطورات التي كان آخرها اللقاء الروسي الإيراني في موسكو تأتي ترجمة طبيعية لرؤية مشتركة في مواجهة الإمبريالية الغربية حلم الأمريكي ليفجر أوضاع في جنوب كوكاز وليستدم إيران، تركيا، أزربجان، أرمينيا هذه السياسة الأمريكية في منطقة جنوب الكوكاز تفشل مثل ما فشلت في محاولة تشجيع الحرب أو استدامة المسالة بين إيران ودول الخليج العربية يرى الغرب في منطقة الكوكاز اليوم أرضا خصبة لشعل فتيل أزمة لا تعد جديدة انطلاقا من أذربيجان إلا أن الصفعة التي تلقاها في أعقاب التغيرات التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها التقارب الإيراني السعودي أدت دورا في فقدانه الأدوات التي كان قدراها عليها أمريكا تحاول أستراليا إلى أوكرانيا ثالثة ضد سين يعني تخلق أزمة كبيرة أمنية عسكرية بالتوتر بين أستراليا والسين لأن جزيرة تايوان ليست عندها قدرة حتى تنافس أو تعارض عسكريا للسين ولكن أستراليا عندها هذه القدرة هنا تحضر الصين إذن التي تمثل جزءا رئيسيا من دائرة التعاون الاستراتيجي إلى جانب روسيا وإيران والتي دخلت أخيرا بقوات في سياق وساطات ترتسم إثرها معادلات جديدة الأمر الذي لا ينحصر في منطقة أو في أخرى بل يأتي في سياق تغيير أوسع يطال ميزان القوى الدولية حيث تولد المعاهدات التي تفرض في المقابل التراجع قال مناصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن حضت إسرائيل على إيجاد تسوية في أسرع وقت ممكن وأضاف في مؤتمر صحفي أن إسرائيل ذات سيادة وستتخذ قرارات سيادية لكننا نريد أن نرى القرارات تتخذ بالإجماع وبأوسع قاعدة دعم ممكنة لأن هذا جزء من الديمقراطية بخاصة عندما يتعلق الأمر بالتغييرات التي تؤثر في نظام الضوابط والتوازنات على حد تعبير كيربي إلى ذلك نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصدر أمريكي قوله إن إقالة وزير الأمن كانت القشة التي قسمت ظهر البعير في موضوع التوتر بين تل أبيب وواشنطن وكشفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه رسالة سرية وقاسية إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو نقلها السفير الأمريكي لدى إسرائيل طالبه فيها بالتراجع فورا عن تعديلات القضاء مهددا إياهو بالاستبعاد من قمة الديمقراطية في المقابل قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إتساحي هنغبي إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في البعد الأمني الاستخباري والسياسي لم تكن أفضل على الإطلاق إسرائيل في الإجمال شاكرة للولايات المتحدة على كل ما تفعله من أجلنا نحن نفعل الكثير من أجلهم وهم يعلمون ذلك لأن التعاون استراتيجي تبادلي نحن لن نسلم باجتياز صقف معين نضعه لأنفسنا بخصوص النووي الإيراني لكننا نأمل أن يردع العالم إيران على نحو خاص بواسطة تهديد عسكري حقيقي يمكن أن تقوده دولة واحدة هي الولايات المتحدة التي تخضع لاختبار أساسي وإذا لم تصمت فيه فإسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها بقدراته الذاتية وهذا ما يجري ذكرت وسائل علام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إتمر بنكفير يستعد لطرح مشروع قرار على الحكومة بشأن إنشاء حرس وطني في نطاق مسؤولية وزارة الأمن القومي وينص المشروع الذي سيطرح الأحد المقبل على استخدام الحرس قوة خاصة ماهرة ومدربة للتعامل في الأساس مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة وما وصف بالجريمة القومية ومكافحة الإرهاب ورأى بنكفير أن الحرس الوطني حاجة أساسية ملحة بالنسبة لإسرائيل ولا يمكن الحفاظ على أمن المستوطنين من دونه ويحيي الفلسطينيون اليوم في الداخل المحتل وقطع غزة والضفة الغربية والشتات ذكر يوم الأرض من خلال سلسات فعاليات وأنشطة وأفادت الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48 أفادت بأن الاحتلال صادر منهم نحو مليون ونصف مليون دونم منذ احتلاله حتى عام 1976 ولم يبقى بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم عدم ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاعات فاصل قصير ونعود ابقوا معنا من جديد أهلا ومرحبا بكم قال الرئيس التركي رجل طيب أردغان أنه لن يسمح للغرب بجر تركيا نحو حرب ضد روسيا وقال في مقابلة مع قناة خبر التركية إنه من المحتمل أن يزور الرئيس الروسي بلدمير بوتين تركيا في 27 من نيسان أبريل المقبل لإطلاق أول محطة للطاقة النووية في البلاد وكان أردغان وبوتين قد نقشا في اتصال هاتفي قبل أيام لعلاقات ثنائية بين موسكو وأنقرة بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي من خطورة استمرار الاشتباكات في محيط محطة زابروتشيا للطاقة النووية ودعا إلى اتخاذ إجراءات لحمايتها وخلال زيارة هي الثانية له إلى المحطة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أشار جروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تطوير مفهوم جديد لحماية المحطة وأضف أنه يعمل مع القيادتين في كل من كييف وموسكو من أجل اتخاذ إجراءات لحماية المحطة من الواضح أن الوضع لا يتحسن والعمليات العسكرية في محيط المحطة تتكثف يجب أن لا تتعرض المحطات النووية لهجمات أو أن تضم أسلحة فقيلة عين رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان نشله خالد وليا للعهد في أبوظبي القرار واحد من مرسيم أميرية شملت تعيين الرئيس الإماراتي شقيقه منصور بن زايد نائبا له إلى جانب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم كما عين كل من شقيقيه هزع وطحنون نائبا لحاكم أبوظبي أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس البالغ من العمر 86 عاما مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى بضعة أيام لتلقي العلاج وبعد إدخال البابا فرانسيس إلى المستشفى أمس لإجراء فحوص مقرارة مسبقا أعلن مدير الأعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان أن البابا اشتكى من صعوبات في التنفس في الأيام القليلة الماضية وأشر إلى أن الاختبارات أظهرت أنه ليس مصابا بكوفيد 19 دعوة وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة عاجلة إلى تونس وتحذيره من تركها للإخوان المسلمين يسلطان الضوء على اهتمام أوروبي وإيطالي بالتحديد بالأزمة الاقتصادية التونسية فما أسباب هذا الاهتمام نتابع لا يمكن ترك تونس للإخوان المسلمين بهذه العبارة الواضحة توجه وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى المجتمع الدولي واضع تصريحه في إطار دعوة إيطالية متكررة إلى مساعدة عاجلة لتونس في ظل أزمتها الاقتصادية الوزير الإيطالي حض في مقابلة مع صحيفة كوريار ديلا سرى على الإفراج عن أموال صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس التي تواجه وضعا ماليا صعبا بحسب تعبيره ولسيما في ظل حالة طوارئة تتعلق بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا دعوة وزير الخارجية الإيطالي سبقتها تصريحات لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال القمة الأوروبية في بريكسال حذرت فيها من الخطر الذي تواجهه أوروبا بوصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يجري توفير الاستقرار المالي في تونس ربما لا يدرك الجميع المخاطر التي نواجهها بشأن الوضع في تونس والحاجة إلى دعم الاستقرار في بلد يعاني مشكلات مالية خطرة إذا لم نعالج هذه المشكلات فإننا نطلق العينان لموجة من الهجرة التي لم يسبق لها مثيل السعي الإيطالي المحموم في الدفاع عن تونس يظهر جليا في تصريحات المسؤولين الإيطاليين في الأشهر الأخيرة والتخويف من عودة الإخوان المسلمين إلى تونس أخيرا خلفيته خوف الحكومة الإيطالية اليمينية من استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية والمعاشية في تونس وانتلاء قوارب المهاجرين إلى أوروبا تاليا وهنا بيت القصيد الذي يفسر الاهتمام الأوروبي والأمريكي المريب أخيرا بشأن الداخلي التدسي والتحذيرات المتتالية من الانهيار في تونس وبالتالي انهيار حارس الحدود الجنوبية لأوروبا من أمواج المهاجرين غير الشرعيين مع وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية بوتيرة لا مثيل لها في الأشهر الأخيرة بحسب صحيفة واشنطن بوست وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات بيع معدات عسكرية وتجديد طائرات مروحية للبحرين والكويت بقيمة تتجاوز أربعمائة وتسعة ملايين دولار وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي أشارت في بيان إلى أن صفقة البحرين تتضمن بيع معدات وتقديم خدمات تجديد أربع وعشرين مروحية بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون دولار وقالت في بيان منفصل أن الحكومة الكويتية طالبت شراء معدات CAD وPAD التي تستخدم في الأنظمة الجوية العسكرية إضافة للدعم الفني واللوجستي بتكلفة إجمالية تتجاوز تسعة وخمسين مليون دولار توصلت الحكومة البرازيلية إلى اتفاق مع الصين على التخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية وجرى الأعلان عن الخطوة خلال منتدى أعمال صيني برازيلي رفيع المستوى في بكينا حيث تأتي في أعقاب اتفاق مبدئي كان قد أجري أوائل العام الحالي غموض وتقلب وتعقيد وعدم يقين هو في علم الإدارة يسمى عالم فوكا لكنه أدخل إلى السياسة عبر المؤسسة الأمريكية فما هذا العالم؟ متى نشأ؟ وما علاقته بالمصطلحات التي يشهدها الإقليم حاليا؟ المشهد العالمي الحالي يستحضر فوكا عندما يختفي مفهوم العدو بالنسبة إلى الغالبية تقريبا وتختفي تدريجيا القطبية الأحادية ويحل مفهوم مطاط للتهديد أو الخطر فاعلم أننا بتنا في خضم عالم فوكا عالم يتيح التسلل بين ألغام المفارقات للخروج بتسويات في مراحل انتقالية صعبة وما المصالحات التي أشهدها الإقليم إلا مثال على ما يعرف بمصطلح فوكا هو اختصار لكلمات أربع V-Vitality التقلب U-Uncertainty عدم اليقين C-Complexity التعقيد A-Ambiguity الغموض المفهوم استخدم للمرة الأولى ضمن كتاب اقتصادي صادر عام 1985 بعنوان استراتيجيات للقيادة الفكرة في الأساس تتمحور حول مفهوم في علم الإدارة يقضي ببحث التحديات التي تفرضها العوامل الخارجية المتعددة والمتفاعلة على مسؤولي الشركات وعملية إدارتها أما الدخول إلى عالم السياسة والعلاقات الدولية فاجر على يد الجيش الأمريكي الذي استعار المفهوم مع بداية التسعينيات فالتاريخ المفصلي لانهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي كرس أمريكا شرطية العالم والقوة العظمى الوحيدة وهي الهيمنة الأحادية تتراجع بعد عقود طويلة ما أتاح الفرصة لنشوء مصالحات بين إيران والسعودية ومن بعدها بين الرياض ودمشق وربما لغيرها من المصالحات فهذا هو نتاج سياسات تكيف اعتمدتها معظم الدول للتعامل مع تحديات دخول النظام الدولي مرحلة جديدة مرحلة تحتدم فيها المواجهة بين أمريكا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى والأهم تراجع أولوية الشرق الأوسط في الأجندة الأمريكية عالم فوكا يتيح المجال أمام فرص ذهبية لدول من المفترض أنها تبحث عن فرص لنصرة أوطانها وفي ختم النشر هذا التذكير بيعنوينها إصابة جنديين سوريين في اعتداء إسرائيلي جويا على موحيط دمشق ومصادر الميادين تؤكد عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن استشهاد مقاتلين من حزب الله في سوريا في الآوينة الأخيرة واشنطن تدعو الإسرائيليين إلى إيجاد تسوية بشأن أزمة الإصلاحات القضائية بعد رسالة سرية شديدة لهجة من بايدن لنتنياهو إردوغان يعنين أنه لا يسمح للغرب بجر تركيا نحو حرب ضد روسيا ويكشف عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى أنقرة الشهر المقبل الرئيس الإماراتي يعين ابنه وليا للعهد في أبوظبي وأشقاءه منصور وهزع وتحنون في مناصب قيادية البرازيل والصين تتفقان على التخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء